طيب يعني في حقيقة يعني هنتكلم عن ايه في الكرة ومصر ومصر وام الدنيا اللي دايما بيطلع نجوم في كل المجالات غير دلوقتي نحن نتكلم عن محمد صلاح دايما يعني يعني في ناس تقول لك يا عم احنا تعبنا من الكلام عن محمد صلاح ما هو راجل عادي دلوقتي بيعمل ارقام بشكل طبيعي لا احنا لازم نفرح بابننا الامور بالنسبة له يعني تطور سريع في كرة القدم بالنسبة له تطور سريع في الالقاب والاحداث بالنسبة له ويمكن عشان الامور بالنسبة لنا بقت مفتوحة اكتر في الفرجة على المباريات العالمية والنجوم العالميين في العالم نتيجة طبعا السرعة في الحقوق اللي بقت توصل لنا بسرعة ولكن قبل كده لما نيجي نبص مين ممكن كان يروح للدور الانجليزي وينجح فيه من مصر يعني انا بكلم على اللعبين المصرين كانت الامور كانت صعبة جدا او كان فيه بيروح ولكن النجاح ما بيستمرش بالشكل ده والانجاز كان بيستمر بالشكل ده صراحة محمد صلاح فاق كل طاقات الامور بالنسبة له يعني فيه تحدي مع نفسه فيه كل مرة بيكون موجود فيها في مباراة مع فريق ليفر بول انه يحقق انجاز يحقق شيء هو بيسعد بيه جمهور ليفر بول وجمهور المصري كمان بيسعد بيه فبالتالي بنشوف الشكل ده بنشوف الارقام اللي بتتحقق ده صلاح يعني من خلال هدف النهاردة في ليدز يونيتد بيكون خامس اسرع خامس لعب فيه الدور الانجليزي بيصل للهدف مين واكيد واحنا بنتكلم وفخرنا باللاعب المصري محمد صلاح ده فخر موجود لكل العرب وانا دايما بنقول فخر العرب ده مش بسهول لان فعلا صلاح من اللاعبين المصريين والعرب القلائل اللي وصلوا للمرحلة دي فيه الدوري الانجليزي الدوري الاقوى والاشهر ويعتبر مهد كرة القدم هي انجلترا وبالتالي لما العيب مصري بيوصل للمرحلة دي اعتقد ده حاجة محترمة ولما نيجي نتكلم بقى يعني على الاجيال القادمة واحنا دايما واحنا بنشيل في الشارع يقول لك اولئة الامور احنا نفسنا ابننا يبقى محمد صلاح طبعا فيه عوامل كتير جدا انا هزا اقول لكم يا ريتك بولي بس يا جماعة صفحة ليفربول الرسمية على الانستجرام والشكل اللي فرحني انا شخصيا بالنسبة لمحمد صلاح دايما اسم مصر مرتبط طبعا بصلاح ولكن لما بتشوف صفحة الصفحة الرسمية الخاصة بليفربول وهي جايبة محمد صلاح وعلم بلده وراه ويمكن لما تبص كده على صفحة الليفربول الرسمية مفيش الكلام ده حتى لأي لاعب يعني سواء مانية سواء اي لاعب ممكن يحط هدف ما كانوش بيحطه او في الظهر بتاع الصورة بتاعته عاكوا جماعة ولا مش معاكوا طيب يعني فكرة العلم البلد ده مش موجود على صفحة ليفربول ممكن تبقى موجودة في احداث معينة لكن النهاردة ومحمد صلاح بيحرز الهدف المية يعلم مصر موجود مع محمد صلاح وده شيء بنفخر بشكل كبير وحاجة لما ملايين الملايين اللي متابعة ليه صفحة ليفربول على الانستجرام اكيد بيشوفوا عالم مصر ده تسويق للبلد تسويق للسياحة تسويق الحاجات كتير جدا 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 من خلال نجاح لعبنا المصري الكبير محمد صلاح في الدوري انجليزي طبعا دي تهنئة الاتحاد الدولي الفيفا لصلاح بوصوله للهدف مية في الدوري الانجليزي وزي ما قلتلكه هو من أسرع خمس لعبين وصولا لهذا الهدف أو الهدف مية في الدوري الانجليز طبعا كان في مجموعة من اللعبين قبل صلاح طيب دي الصورة اللي موجودة على صفحة ليفربول الرسمية ممكن أنا بشوف على طول صلاح أو أنا متابع لهذه الصفحة صفحة ليفربول على الانستجرام بشوف صلاح دايما باستمره لأنه راجل بيجيب جول كل شوية ودايما بيبقوا بيسعدوا بالأهداف اللي بيحققها لكن ما تشوف بقى اللفت نظري على طول هو العلم المصر والنصر المصري والعلم المصري موجود في دار صراح وهم بيقولوا مية هدف لصلاح ودي طبعا زي ما بقول لكم حاجة أسعدتني ولفتت نظري أنه صلاح مش بيعبر عن نفسه فقط ده بيعبر عن بلده وبالتالي البلده بتظهر في كل رقم وكل إنجاز بيعمله في الدوري الانجليزي ومع فريقه ليفربول طبعا ما قلناش بقى عن البطولات وما قلناش عن هدف الدوري الانجليزي وحصوله على دوري الأبطال كأول لعب مصري يحصل على هذا اللقب أمور كتيرة جدا لصلاح زي ما بقول لكم حققها في السنين اللي فاتت فيه الدوري الانجليزي عشان كده البعض يقول لك إيه صلاح يمشي من الدوري الانجليزي ولا يفضل ولا الأمور ولا تجربة جديدة لكن هو ناجح ومستقر وزي ما بنقول كده فيه أساطير بتبقى متوقع ده فيه أنديه معينة بتفضل فيها حتى نهاية المطافهم وبالتالي هل صلاح بيفكر في هم الأيام يبتعد عن الدوري الانجليزي وليفر بول بالأخص طبعا التيم اللي موجود ده تم تجميعه من سنين مع طبعا يورجين كلاب والأمور بالنسبة ليه الفريق بالنسبة لجمهير ليفر بول بقت يعني الجيل الأفضل منذ سنين طويلة بالنسبة ليفر بول ومن ضمنهم طبعا نجمينة صلاح أنا بقول لكم أن صلاح هو من اللعبين الخمسة اللي وصلوا لهذا الرقم وأن أسرع خمس لعبين وصلوا لهذا الرقم كان أولهم طبعا النجم ألان شيرر فيه وكان وصل للهدف 100 فيه مباراته الـ 124 أما هاريكين وصل ده تاني لعب للهدف 100 فيه اللقاءه الـ 141 ثم جويرو اللعب الأرجنتيني كان ثالث واحد فيه رقمه أو المباراته الـ 147 ثم تيري يانري فيه رقم المباراته الـ 160 ثم بقى محمد صلاح وصل لهذا الرقم بعد 162 مباراته محمد صلاح بيوصل للهدف ما فيه الدوري الإنجليزي النجم الكبير اللي دايما بينافس على الأفضل في كل شيء سواء فيه الدوري الإنجليزي أو في الأفريقيا أو حتى فيه الهدف اللي هي الدوري الإنجليزي أو أفضل الدوريات المتواجدة على مستوى العالم من الدوريات الكبرى طبعا نجمينا محمد صلاح يستحق التقدير وما تكلمناش إحنا الإعلام المصري عليه مين اللي هيتكلم عليه آه هم بره بيتكلموا عليه ولكن لازم إحنا كمان يعني دايما عندنا تركيز على النجمينا تركيز على صلاح إنه هو بيعمل شيء مهم جدا أولا بالأجيال اللي جاية بتفكر إزاي عايز ألكو وده اللي بيعني أنا كنت أتمنى إن جيل صلاح جيل صلاح اللي هو كان متواجد معاه يبقى فيه آه مجموعة من اللعبين يبقى بنفس الشكل وكل جيل يعني ده جيل صلاح كان كلم على عمر جابر بنتكلم على صالح جمعة بنتكلم على أحمد حجازي مين يا جماعة اللي موجودين تاني أوس عشان اللي الصورة بعيدة لكن مجموعة من اللعبين مجموعة من اللعبين آه محمد إبراهيم إنني طبعا إنني طبعا إنني طبعا لكن احنا بنتكلم حتى الان اللي نجحين اللي نجحين شناوي موجود تاحة موجود اللي نجحين طبعاảً اني وإحمد حجازي المتواجدين في الدوريات الأوروبية لكن في لعيبة كانت لعيبة كويسة جيداً من دولهما صالحة جمعة مثلا يعني الامور ده في حتة وده في حتة تانية والامور بالنسبة للعبينали كانوا مفروض في الجيل ده انه كان يطلع منهم مجموعة من أفضل اللعبين اللي ممكن يمثلوا ما هو في الدوريات الأوروبية لكن نجح هذا الجيل في وصول بتلت لعبين زي انني زي احمد حجازي اعتقد اني اعتقد ان الامور بالنسبة لباقي اللعبين كانوا ويتمنوا ان هما يبقوا في مكانهم وعلى فكرة يعني هي الاجيال كده اجيال كرة تخدم بيتيجي مجموعة من الاجيال كل جيل بيبرز تلت اربع لعبين بيبقوا متواجدين لكن في الحقيقة مفيش جيل جيه زي الجيل ده في وجود بعض اللعبين في الدوريات الاوروبية زي جيل محمد صلاح وهي انني وطبعا من تاني جماعة احمد حجازي كمان موجود كان معاهم طبعا كان مدربهم كابتن دياسيد طبعا مدربنا العام في الوقت الحالي للمنتخب الوطني بعد اختياره طبعا كمدرب عام مع كريش نجمينا صلاح بنسعد بيه ودائما في ظهره ودائما لازم نتكلم عنه النجم الكبير محمد صلاح